انا عايزة لخص لحضراتكم الكلمة اللي قالها الرئيس السوداني وان كانت احنا نقلنا على كلمة قصيرة جدا لكن قال فيها معلومة في غاية الاهمية حرية التنقل وحرية الحركة من اهم الملامح التي تم الاتفاق عليها ما بين مواطنين السودان وما بين المواطنين في مصر هذه هي الارادة السياسية التي تم التوافق عليها من ناحية واصفها الرئيس البشير بانها ارادة طبيعية او شكل طبيعي ينبغي ان يتم التعامل على اساسه اي ان حرية الحركة وحرية التملك وحرية الصفر والتنقل سوف تصبح متاحة نظرا للعلاقات المتميزة بين الرئيسين كما اكد الرئيس السوداني عمر البشير ان المباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت توافقا كاملا على مستوى القضايا المطروحة مشيرا الى ان ما تم الاتفاق عليه سيسهم بشكل فعال في ازالة كافة العقبات قال الرئيس السوداني خلال البيان الذي القى بقصر الابة لوسائل الاعلام ان الاعلام لديه دور كبير يؤثر في عملية البناء والهدم موضحا ان ما تم الاتفاق عليه مع السيسي لن تؤثر عليه اجهزة الاعلام او اي عواصف تحمل السوء اشتركوا في القناة